دشنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية حملة جديدة لتجنيد الأطفال وصغار السن ونشر أفكارها المذهبية عبر فتح مراكز طائفية في مختلف مديريات محافظة إب وقالت مصادر التربوية أن المراكز الصيفية التي دشنت ميليشيات الحوثي فتحها في مختلف مديريات محافظة إب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة تهدف لاستقطاب طلاب وصغار السن لزج بهم في محارق الموت الحوثية وأضافت أن من أهداف تلك المراكز نشر المذهبية والطائفية من خلال البرامج التي تحتويها ويتم تلقينها للصغار وطلاب المدارس بعد أن قامت الميليشيات بتغيير مناهج العملية التعليمية وبحسب المصادر فقد طالبت الميليشيات من مدراء المدارس والوجهاء والمشائخ بمتابعة أولياء أمور الطلاب في مناطقهم لإلحاقهم في المراكز الحوثية التي تقدم برامج فكرية ذات صبغة طائفية وفق مقررات يشرف عليها خبراء إيرانيون ولبنانيون ويصل عدد المراكز في محافظة إب لما يزيد على 850 مركزا موزعة على 20 مديرية ويشرف على إقامتها 2300 شخص ما بين مدير ومشرف ومدرس